موسيقى حياكم الله وأهلا بكم إلى نشرة السادسة من قناة عدن الفضائية ناقش وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش مع مدير فرعي مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالمحافظة العقيد محمد باغش وخطة تطوير نشاط الفرع ومتطلباته واستعرض الاجتماع ترتبات إنشاء مركز سدار آلي في الشحر والصعوبات التي تواجه نشاط الفرع واحتياجاته وسبل الارتقاء بمهامه ناقش اجتماع لمجلس إدارة مستشفى ابن سينة برأسة وكيل محافظة حضرموت عمرو بن حبريش لوضاع الإدارية والمالية للهيئة ومستوى تقديمها للخدمات الطبية والتشخيصية وتطرق الاجتماع إلى التصورات بشأن عادة ترتيب العمل في قسم العزل الجديد الجاري تأهيله حاليا ومقترحات تطوير آليات العمل في مصنع الأكسوجين وأقر المجلس دراسة اللائحة المالية المقترحة وتقديمها للاجتماع القادم إلى ذلك تفقد الوكيل سير العمل في مشروع تأهيل وتجهيز مركز العزل في هيئة مستشفى ابن سينة العام بمدينة المكلة الممول عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات كما تفقد مستوى الخدمات المقدمة للمرضى في الأقسام التشخيصية والعمليات والعناية المركزة وجه وكيل محافظة حضرموت عبرو بن حبريش في استئناف العمل في مشروع حقل آبار مياه غرب الضيافة بمدينة المكلة وأوضح مدير فرع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس وهيب غانم بأن المشروع المتعثر من عام 2019 سوف ينفذ على مرحلتين تشمل المرحلة الأولى حفر بئرين ارتوازيين فيما تضمن المرحلة الثانية مداد خطوط نقل المياه وتمديد خطوط الكهرباء إلى المنشآت ومحطة الضخم بما يعزز تموينات المياه لمناطق غرب الضيافة والدائرة الهندسية والتجمعات السكنية المجاورة لها من جانب آخر وقع في المكلة على عقد تنفيذ مشروع تأهيل المياه لبنى بارشيد والحيسر بمديرية دوعا البالق كلفته نحو 393 ألف دولار بتمويل من السلطة المحلية ضمن إطار دعمها لتطوير وتحسين قطاع المياه والصرف الصحي بالمحافظة ناقش وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء إصام الكثير مع مدير عام الأمن بالوادي والصحراء العميد ركن عبدالله بن حبيش سبل تعزيز عمل ونشاط الوحدات الأمنية ومواصلة الجهود لتنفيذ خطة تدريب وتأهيل للكوادر الأمنية من أجل رفع قدراتهم ومهاراتهم للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق المزيد من النجاحات في ظل الإمكانات المتاحة وأكد الوكيل الكثير في اللقاء بحضور وكيل محافظة المساعدة المهندس شام السعيدي على أهمية العمل المشترك لدعم المرافق الأمنية للارتقاء بالعمل فيها ومعاكبة تطورات التقنية الحديثة لتسهيل معاملات المواطنين في عدد من الإدارات الأمنية الخدمية منوها بسرعة البت في قضايا المواطنين ورفعها للنيابة العامة لتحقيق العدالة وأسرعة الفصل فيها من جانبه أكد مدير عام الأنب الوادي والصحراء أن الوحدات الأمنية تسعى جاهدة لتنفيذ المهام المناطبها على أكمل وجه ناقشت لجنة المناقصات الفرعية بوادي حضر موت والصحراء برئاسة وكيل محافظة لشؤون مدريات الوادي والصحراء إصام الكثير توجهات السلطة المحلية ومساعيها لتنفيذ أعمال تشاركية بينها وبين القطاع الخاص لتوفير الاعتمادات المالية لتنفيذ مشاريع جديدة تسهم في تحسين خدمة الكهرباء بوادي حضر موت واجرى في الاجتماع الذي حضره وقلاء المحافظة المساعدين شام السعيدي وعبدالهادي التميمي ومحمد الصغري ومدير عام الكهرباء استعراض الخطوات العملية التي تمت بين السلطة المحلية ورجال المال والأعمال والتجار لمساهمتهم في توفير الاعتمادات المالية لاستكمال جهود السلطة المحلية في إنشاء محطة كهربائية إضافية جديدة بقدرة 270 ميجاوات تعمل بالغاز لتخفيف الضغط المتزايد حاليا على المولدات العامة بمحطة التوليد في الوادي وتعرفت اللجنة على سير العمل الجاري في تنفيذ مشروعي خطوط النقل عبر الأبراج ومحطات التحويل الكهربائية والإشكالات التي تواجه التنفيذ وكيفية التغلب عليها ومداء التزام للجهات المنفذة بالمواصفات والفترة الزمنية المحددة لمكونات هذين المشروعين وأكد الوكيل الكثير استمرار جهود السلطة المحلية من أجل الوصول إلى إجراءات عملية على أرض الواقع تساهم في توفير الطاقة الكافية لسكان وادي حضر موت وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات باعتبار أن الطاقة الكهربائية ركيزة أساسية لأي مشاريع تنموية قادمة ناقش اجتماعا موسع قدى برئاسة وكيل محافظة مأرب عبد الربون فتاح وضم المجلس المحلي لمدرية حريب بحان وقيادة فرع المؤسسة العامة للكهرباء وقيادة شركة النفط أليات تحسين منظومة الكهرباء والتنسيق بين مختلف الجهات في إطار عادة ترتيب الأوضاع في المديرية عقب تحريرها من سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مطلع العام الجاري واستعرض الاجتماع توضيحات من قبل أمين عام المجلس المحلي بالمديرية ومدير عام فرع الكهرباء ونائب مدير عام فرع شركة النفط لواقع منظومة الكهرباء بالمديرية والتحديات التي تواجهها واحتياجات تطويرها وخلال الاجتماع أكد الوكيل مفتاح اهتمام السلطة المحلية بالمديرية وشيرا إلى أنها صدرت التوجيهات منذ اللحظة الأولى لتحريرها بسرعة تطبيع الأوضاع وإعادة تأهيل الخدمات العامة لتخفيف الأعباء ومعاناة المواطنين فيها وتمكن النازحين منها والعودة إلى ديارهم ووجه الوكيل بتشكيل لجنة مشتركة من المجلس المحلي وشركة النفط والمبادرة الشبابية بحريب للرقابة على أداء المنظومة وكميات الديزل الخاصة بمحطة الكهرباء وضمان وصولها كاملة وتفريغها واستخدامها في الغرض المخصص لها دشنا وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهاد التميمي ومعه مدير وعام مديرية سيئون محمد العامري امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية المجتمع بسيئون وأشهد الوكيل التميمي بمستوى التحذيرات والترتيبات المرتبطة بإجراء الامتحانات وتهيئة البيئة التعليمية للطلاب واستمع من عميد الكليات دكتور فهمي فرر إلى سير العملية التعليمية وسبل المعالزات العاجلة للمعوقات بما يضمن ارتقاب التعليم المهني وخدمة سوق العمل من جهتها كدى مدير مديرية سيئون مساندة السلطة المحلية بالمديرية للكلية والرفع بالخطط المستقبلية للجهات ذات العلاقة لتوفير الامكانات التي تساعد في تشغيل المعامل والمختبرات وتوفير الموارد التي ستصهم في تحسين مستوى الأداء المهني هذا وبلغ إجمال طلاب بالكلية أربعمائة واحد طالب وطالبة موزعين على ثمانية تخصصات مهنية وإدارية افتتح وكيل محافظة تعز لشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبدالحق قسم الحاضنات للأطفال الخدج وحديث الولدة في مستشفى المسراخ العام بمحافظة تعز وقلال افتتاح أشهادت الدكتورة إيلان بالجهود الإنسانية التي تقدمها للوصول الإنساني عبر مشروع دعم خدمات الصحة الإيجابية الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان معبرة عن شكرها للجهة الممولة والمنفذة على مساندتها للجهود الحكومية في تنفيذ المشارع الصحية بالمحافظة من جانبه أكد الدكتور وقادش القرشي منسق مشروع دعم خدمات الصحة الإنجابية استمرار المشروع في تقديم خدمات الصحية الإنجابية ورفض المستشفى بالأدوية والمستلزمات الطبية ودعم الكادر الصحي بالحوافظ المالية وترميم وتأثيث عدد من الأقسام في المستشفى مشيرا إلى أن افتتاح قسم الحضانة للأطفال الخدج وحديث الولدة سيسهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتكاليف السفر إلى المدينة خصوصا في المناطق الريفية تفقد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور سالم الشباحي ومعه مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة لحجة دكتور عارف عياش تفقد مستشفى ردفان العام حيث كان في استقباله مدير المديرية فضل القطيبي والقائم بأعمال مدير الصحة بالمديرية وسان فضل عبد الناصر الصبيحي مدير المستشفى واطلعوا خلال الزيارة على سير الخدمات الإسعافية بقسم الطوارئ وسير العمل في عدد من الأقسام الأخرى داخل المستشفى واستمعوا من مدير المستشفى إلى الصعوبات التي يواجهها العمل وحاجة المستشفى إلى الدعم ورفع الموازنة التشغيلية كون المستشفى يستقبل المرضى من أكثر من خمس مدريات بالمحافظة وأكد الوكيل الشباحي على عمل الوزارة من أجل زيادة الدعم للمستشفى والتغلب على الصعوبات القائمة بما يحسن من تخديم الخدمات الطبية للمواطنين تشنى وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور سالم الشباحي ومعه مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة لحجة الدكتور عارف عياش ومدير عام مديرية ردفان فضل عبدالله القطيبي ومدير البرامج بمنظمة كير ياسف ألطاف مشروع توسعة الوحدة الصحية بمنطقة ظاهرة البكري الذي تم إنقازه من قبل منظمة كير العالمية وسط حضور عدد من الشخصيات الاجتماعية وحاشد من المواطنين وفي التدشين كده مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمديرية الإعلان المبدأي عن ترفيع الوحدة الصحية إلى مركز صحي بناء على متابعات سابقة مع الجهات المسؤولة في المحافظة والوزارة لما لها من أهمية جغرافية محورية تساعد على تقديم الخدمات الإسعافية لأكبر عدد من المواطنين في المناطق والقرى الجبلية المحيطة بها انطلقت بالعاصمة المؤقتة عدن أعمال المرحلة الثانية من برامج مسارات العمل في محافظة عدن بمشاركة 260 طالب وطالبة من خريج كليات جامعة عدن بتمويل البرامج السعودي لإعادة أعمار اليمن وتنفيذ مؤسسة اليمن للتدريب المديد من التفاصيل في سياق التقرير الذي يعده الزميل والضاح الشليلي تواصلا لمشروع بناء المستقبل الذي يستهدف طلبة جامعات عدن والمقبلين على التخرج ضمن برنامج مسارات العمل الذي يستهدف خريجي الجامعات بالعاصمة الموقتة عدن ممكن بعض الأطباء معرفش يدر إبرة المشروع الذي يموله البرنامج السعودي لإعادة أعمار اليمن وتنفذه مؤسسة اليمن للتدريب بهدف التوظيف يأتي ضمن أنشطة مشروع بناء المستقبل للشباب اليمني ويشمل ثلاث محافظات هي محافظات عدن ولحج أبيان طبعا اليوم ندشن الدورة الثانية لطلاب حديثي التخرج والذي موم لها وغام بها البرنامج السعودي وطبعا مشكورني على هذه الخطوة الإيجابية لتأهيل الشباب بذات الشباب بعد تخرج من الجامعات لكسبهم كثير من المهارات ما قبل التوظيف وهذه الدورة تكسب الطلاب كثيرا من المعارف والخبره لما قبل النزول إلى التطبيق العملي في الجانب المهني تعزيز قدرات المتدربين في مهارات البحث عن العمل والذي افتتحى أعمال المرحلة الثانية منه يسهدف 260 طالبا وطالبة من الخرجين في كافة التخصصات التي تتضمنها كليات جامعة عدن ويستمر على مدى خمسة أيام يصرنا اليوم أن نستكمل المرحلة الجديدة كمرحلة ثانية من مراحل الهامة في بناء مستقبل الشباب اليمني من أجل الإسهام في تعزيز قدرات المتدربين وإعداد الشباب اليمني إلى سوق العمل وتمكنهم اقتصاديا بما يعود ذلك في تنمية قدرات الشباب اقتصاديا واجتماعيا إكساب المشاركين في هذا البرنامج أساسيات طرق البحث عن وظيفة هو الهدف العام من هذا التدريب من خلال التعرف على عدة مهارات في إعداد الخطط والدراسات التي تتواكب مع عملية التحديث في عملية التسويق الإلكتروني للباحثين عن عمل وتتناسب مع احتياجات سوق العمل طبعا الورش التدريبية التي دشناها اليوم في جامعة عدن في سبع كليات تأتي في إطار الخارطة البرامجية لمشروع مستقبل الذي تنفذه المؤسسة بالشراكة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمان والمؤسسة الوليد الإنسانية البرنامج يهدف إلى تزويد المستفيدين بالمهارات اللازمة لرسم خارطة طريق لملامح مرحلة ما بعد التخرج وذلك في دعمهم في كيفية تسويق مهاراتهم في سوق العمل مشروع برنامج تنمية الشباب الخريجين الذي ينفذ أعماله في عدة محافظات يمنية محررة بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية يتضمن سبع قطاعات حكومية أساسية تشمل جوانب التعليم والصحة والمياه والطاقة والنقل والزراعة والثروة السماكية وتساهم في بناء قدرات الشباب في هذه المؤسسات الحكومية التي يشملها مشروع مسارات التدريب بهدف التوظيف لقناة عدن الفضائية والضاح الشليلي العاصمة عدن وجه مدير عامي مديرية المنصرة بمحافظة عدن أحمد علي الداؤودي بضبط كافة المحال التجارية المتخلفة عن سداد رسوم المهن السنوية لمزاولة الأعمال التجارية جاء ذلك خلال قيام قسمي تراخيص المهن التجارية وصحة البيئة بمكتب الأشغال العامة والطرق في المديرية بتنفيذ حملة لضبط المحال التجارية المخالفة عن سداد ما عليهم من الرسوم السنوية المتعلقة في استخراج تراخيص مزاولة العمل أو تجديدها وأكد الداؤودي أن تنفيذ الحملة يأتي في إطار الحرص على تفعيل وتحسين وتنبية الإيرادات المالية لضمان تحقيق الاستفادة المثلى في تنفيذ الخطط والبرامج المنوطة بالسلطة المحلية في المديرية نظمت جمعية سقطرة للحياة الفطرية معرض سقطرة الأول لتسويق متجات جمعية دلفترهن النسوية في الفخاريات بكافة أنواعها ويتزامن المعرض الذي يأتي تنظيمه برعاية فرع الهيئة العامة لحماية البيئة ودعم مشروع اليونيب الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يتزامن مع اليوم العالمي للبيئة ويهدف المعرض إلى تشجيع ودعم وتحفيز العاملات في الفخار والتي يمتهن تشكيل الفخار لتوفير ضروريات الحياة ويعطاء نموذج عن المرأة السقطرية المكافحة النشرة انتهت أنتم الوطن بخير نلقاكم في نشرات قادمة في أمان الله اشتركوا في القناة